قصد حسن قبل ما نخش على الهواء قال لي جملة هي اللي فيها الحكاية كلها قال لي أنا بقال لي 35 سنة بكتب عونكو الزجاجة لما كنت بدرج معها قبل ما نخش على قصة منتخب شاو كنت كده كده وأنا بحضر النهاردة هبدأ معاه بيه حكاية منتخبنا للشباب وقال لي أنا زهيت بكلمة عونكو الزجاجة أيها طبعا مش معقول بجد كتير مش معقول نفس الاستخدام ونفس الجملة ونفس الكلام ونفس الحسابات وإحنا بنضطر نكرر يعني لأن المسؤولين والمدربين إحنا ليه بنكرر الحكاية لما تلاقي مدرب من 30 سنة دول تصرحات كده يعني المطش الجاي ده بالنسبة لنا عنق زجاجة يعني مطش حساس أو مهم أو أي مطش لو هتلعب مع بنين حتى والله أنا مش بخترع أنا بقول للناس بلاش اليوتيوب دلوقتي لكن رجعوا للجرايد شوفوا من 30 سنة ومن 35 سنة بتكتب إيه نفس الكلام نفس الكلام اللي بتقل في المؤتمرات الصحفية النهاردة بس يعني يعني فمش معقول طبعا تقعد سنين تقول نفس الكلام ونفس المبررات أنا جننت بقى لما لقيت كل الناس بتقول على مطش موزنبيق أصل البداية دايما البدايات دايما صعبة حم البدايات يعني يه البدايات صعبة يعني طب ليه ما كنتش صعبة على موزنبيق عسنا ليه بس ما قيتش مدرب نيجيريا بيقول البدايات صعبة بعد ما خسر ليه ليه مش بنسمع دايما من المش حول من الأوروبيين من الأفارقة كمان احنا بس كل بداية صعبة كل بتقبل لو كنتك سبت كنت هتقول ايه لأ انا كان معايا عالتليفون أول مبارح مدارب حراس مرمى منتخبنا للشباب حتى أنا يعني اتكلمت معايا في هذا الأمر كابتن عارب جلال قال انه مشكلة لعيبة منتخب مصر للشباب انه هما كانوا محدودين تحت ضغط الجماهيل اللي كانت موجودة 14 واحد بقى وقال انه المشكلة كانت عند الاعلام الجماهيل اللي كانت موجودة دي مين دول لأ وانا انا رديت عليه قلتله طب يعني احنا اللي محدودين تحت ضغط جماهيرنا طب هما يعملوا ايه يعني هما اللي بيلعبونا بقى هما اصلا الجماهيرنا كانوا مين يعني اقول لك اساميهم اقول لك 20 واحد المدارك 30 300 طب لو كانوا مئة الف بقى كان حصل ايه صح بعدين قال لك الاعلام برضو ما كانش مهتمة والبطولة قبلها فاللعيبة ما كانش مركزة بس انا برضو قلتله لما قال اعلامة كانش مهتم منتخب ناجارة في ناجارة والسنغار لمنتخبات الشباب فده طبيعية اه طبعا طبعا يعني الحقيقة كلام كلام استنباط تأليف تأليف مبررات هو قال لي كمان انه ما كانش فيه دعاية كتيرة على الكباري لمنتخب الشباب لازم انقلل الكلام بأمانة طيب بس حسن لو استحملت محين حاولت طيب حاولت بس حسن لو كلمنا ببعض الايجابية خلاص هنوعد نسرخ انا قلت حتى يوم ما كده هنوعد نسرخ ولا زي كل مرة ومنتخب بيخسر طيب يحصل ايه يعني دي الجملة الجمهور العادي كل الناس في الشارع تقولك طيب اه يا جماعة تبدو تقولنا المتخب كان وحش والتحاد وحش ومدرم ما كانش كويس واللعيب ما كانش كويس طبعا احنا بقى نعمل ايه كالناس يعني طبعا ايه هتعمل ايه صحيح هتضطر تكرر نفس الكلام وحتقول لان احنا في نفس الدوامة من سنين طويلة جدا وما بيش حد بتكلم ما بيش حد بيعمل حاجة ما بيش حد بيعمل حتى بيكلمك ويخناعك انا بكلم على المسؤولين وبكلم على مدربين وبكلم على لعيبة كمان يعني نفس التصرحات ونفس راجع كده تصرحات كل لعيبة مصر بلاش بلاش مصرات الدوري قبل المصرات الافريقية لعيبة الاهلي او الزمالك او فيوتشر او الكباتن يعني كل مؤتمر صاحبي احنا حنكسر احنا جايين ناخد البطولة احنا جايين وتعلم كلام انشى كلام بيتقال دعم بفكروا في قطولوا حاجة تانية حاجة جديدة بلاش اي حاجة غير اللي انتوا بتقولوه بقالكم سنين ده بيسير على المدربين وعلى المسئولين وعلى مش هل بيعرف يخاطب الرأي العام وبعدين الرأي العام ده اللي قصده يعني شباب قاعد على تويتر شباب قاعد قدام شاشات التليفزيون شباب بيسمع الراديو ناس كبار ناس صغيرين بيسمعوا نفس الكلام والناس دي المتلقي الرأي العام ده رأي العام بتاع الكورة يعني بتاع الرياضة يعني متابع وعارف وزيق من تصرحاتكم وزيق من كلامكم وزيق من المبررات بتاعتكم وانتوا مش حاسين يعني انتوا فهمين انه هو مصدقكم مش مصدقكم ايه زمان كنت هونك تضحك على المطلق عشان ممكن ما يكونش مطلع بره طبعا طبعا لكن لو هتضحك عليه بايه بعدين خلاص الدنيا تغيرت خالص احنا في الستينات وفي السبعينات كترة الكورة في مصر كانت اسيرة المحيط بتاعها يا دوب يعني ما بنشوفش اوروبا بتلعب ازاي التليفزيون كذا حاجة انت لو قلتني ان الكورة بتلعب في مصر احسن من الدولة الانجليزة اصدقك انا قلت يعني كنا برضو بنتناقش مع حد يعني في نفس الموضوع ده اللي احنا بتنكلم فيه النهاردة اتقول لك حاجة بقا لما تلاقي مهندس زراعي ماسك عدسة مكبرة عدسة ونازل على رجبته بيبص على شعرة حشيش شعرة نجيل بالعدسة ديها عشان يعالجها عشان تكون مصابة بمرض اعرف ان احنا ابتدينا نمشي على الطريق الصحيح ده بقا ده بقا ده بقا حاجة عادية يومية بعد كل المباراة في البريمير ليج في اسبانيا في اي حتة صح عندنا احنا بتحدس عالصور اتحداك بص اتحداك لو تجيب لي حد خبير ماسك العدسة بيكشف على الحالة بتاعتني طبعا المسألة مش محتاجة عدسة احنا عندنا ما شاء الله واضحة يعني اه اي مفهاش اه يعني اه يعني يعني اه اه انا اه 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 انا انا بحاول بس انا عارف ان اصاب بي